السلام عليكم ورحمة الله اليوم درسي رياضيات للصف الثاني متوسط الجزء الثاني عندي صفحة ثمانية رح ناخذها نحلها تأكد من فهمك استعمل المعطيات وعكس المبرهنات لتبين ان اولا مقياس زاوية واحد تساوي مقياس زاوية اثنين فان مستقيم ايل يوازي المستقيم ام يلا عيني خلينا نحلها بالورقة كيف حالك كيف حالك قلت لكم بالدرس السابق لما انشرحنا قلنا شكوا موجود بالمعطي نحله بالبرهان يعني بالحل شكوا موجود بالمعطي اقول عليه بين قوسين اقول عليه معطي يعني التمرين الاول يقول لك اذا كان مقياس زاوية واحد تساوي مقياس زاوية اثنين اش اقول الحل هذا رأسا الحل اقول مقياس زاوية واحد تساوي مقياس زاوية اثنين بين قوسين شا اقول عليه معطى يعني جبت من من المعطيات عزين وبعدين شا اقول بس هذي المعطيات موجود بس هذه ما أكتب زايد من عندي وأقول عليه معطى لا الشك هو موجود بالسؤال أكتب عليه بين قوسيا المعطى قياس زاوية واحد تساوي قياس زاوية ثلاثة شبين ذني متقابلتان بالرأس فأقول مقياس زاوية واحد تساوي مقياس زاوية ثلاثة والسبب لازم أقول له أقول له لأنهما متقابلتان بالرأس لأنهما متقابلتان بالرأس زين زاوية واحد قلنا وثلاثة متقابلتان بالرأس هسا زاوية اثنين وزاوية اثنين وزاوية اثنين شبيهن ذني الاثنين وثلاثة هذني متناظرتان الاثنين وثلاثة لاني نقول اذا تساوت كمية واحدة تساوت الكميتان متساويتان اذا واحد وثلاثة متقابلتان بالرأس واثنين وثلاثة شبيهن ذني الاثنين وثلاثة زاويتان متناظرتان اش اقول عليه اقول مقياس زاوية اثنين تساوي مقياس زاوية ثلاثة اقول له اذا تساوت اذا تساوت كمية واحدة اذا تساوت كمية واحدة تساوت فان الكميتان متساويتان زين وش اقول عليها مقياس زاوية واحد ومقياس زاوية اثنين او نقول زاوية واحد وثنين اثنين وثلاثة اثنين وثلاثة يعني لو نقول مقياس زاوية لو اقول زاوية اثنين او زاوية الثلاثة شبه انذني زاويتان متناظرتان زاويتان متناظرتان اذا المستقيم يوازي لان هو يقول لي فانا ال يعني يبين المستقيم M عكس مبارهنة الزاوية الداخلية هذا المثال الأول أو التمرين الأول التمرين الثاني يقول إذا كان يوازن مستقيم H ويوازن مستقيم M إذن ثلاث مستقيمات ثلاثة يوازين يريد مقياس زاوية واحد ومقياس زاوية اثنين هندير الورقة اضع عيني اهنا انحل التمرين الثاني التمرين الثاني هم شكو بالمعطاء كتبه بالبرهان يعني المعطاء بس مقياس زاوية واحد تساوي مقياس زاوية اثنين واكتب عليه بين قوسيا المعطاء زي اقول مقياس زاوية واحد هاي مقياس زاوية واحد ومقياس زاوية تلافة شبيه انذني هذني متناظرتان هاي واحد وتلافة احنا اخذناها اقول مقياس زاوية واحد تساوي مقياس زاوية تلافة ليش لأنهما زاويتان متناظرتان لأنهما زاويتان متناظرتان هذا يهيه هاي واحد وثلاثة زيه خلينا نشوف الثلاثة واربعة شبهين ذني بينان الذني ايش وين هنا متقابلتان بالرأس اذا مقياس زاوية ثلاثة تساوي مقياس زاوية اربعة ليش لانهما متقابلتان بالرأس لانهما متقابلتان بالرأس زيه خلينا نشوف بقالي واحد واربعة شبهين ذني واحد واربعة هذن الواحد وأربعة يعني إذا نقول إذا تساوى كمية واحدة شوف هاي الواحد والأربعة إذا تساوى كمية واحدة تساوى الكميتان المتساويتان إذا نقول مقياز زاوية واحد تساوي مقياز زاوية أربعة والسبب أقول إذا تساوى كمية واحدة تساوت الكميتان المتساويتان زه بقالي شنية مقياز زاوية أربعة واثنين شبيه إذا النهاية إلى أربعة واثنين هذا النهاية متناظرتان مقياز زاوية أربعة تساوي مقياز زاوية اثنين بين قوسيا نقول لأنهما زاويتان متناظرتان فإنه وشي ردي مقياز زاوية واحد تساوي مقياز زاوية اثنين إذن مقياز زاوية واحد تساوي مقياز زاوية اثنين وهذا هو المطلوب ها عيني ها الحل التمرين الثاني خذت الأول والثاني زين خلينا نشوف الثالث الثالث إذي يقول إذا كان اي يساوينا أربعة والأكس يساوينا 15 اي فإنه مستقيم اي وازي ام عدي مستقيمين اي و ام مطيني زاوية القياس هي الأكس مطيني المية وعشرين هاي جدا بسيطة مجرد بس أعوض كلش بسيطة يلا عيني التمرين الثالث أقول التمرين الثالث يقول الأي يساوينا أربعة وبينقوسيا أقول عليه معطا بعد أكوه والأكس يساوينا 15 اي وبينقوسيا أقول عليه معطا كافي نقلت من المعطيات من السؤال كتبته بالبرهان هسا راح أعوض أكس يساوينا 15 اي راح نضرب مكان كل اي هو مطيني أربعة مكان كل اي أخلي أربعة يعني أقوله 15 في أربعة أكس يساوينا 5 في أربعة عشرين وأربعة في واحد أربعة واثنين ستين ستين درجة إذن لا ستين بس ستين ستين طلعنا زين هسا شا سوي هسا أقول الستين هو مطيني مية وعشرين بالسؤال أزيدا ميلا من مية وعشرين ستين زاد مية وعشرين يطلعنا مية وثمانين هذه مية وثمانين درجة إذن مادم طلع لمية وثمانين درجة أقول هما زاويتان داخليتان هي زاويتان داخليتان لأن قياس الزوايا الداخلية مية وثمانين درجة متكاملتان على جهة واحدة من القاطع إذن المستقيم L يوازي المستقيم M المستقيم L يوازي المستقيم M زي هسه تدرب وحل التمرينات استعمل المعطيات وعكس المبارهنات لتبين أن المستقيم L يوازي المستقيم M هاي هم نفس الشيء الرابع الرابعة مطيني أي يساوي أنه خمسة والأكس يساوي أنه 7A خلينا نحل الرابع المعطيش أقول A يساوي أنه 4 وبين قوسين أقول عليه معطي وبعد والأكس يساوي أنه 7A وبين قوسين أقول عليه معطي نجي الحل منا زي نعوض أكس يساوي أنه 7A X يساوينا 7 مكان كل أي شيء خلي 4 X يساوينا 7 في 4 8 7 في 4 5 خمسة مو 4 5 بعيدة إذا صار خربطة أنا تخربط الأربعة شا أقول علي X يساوينا 7 أي بين قوسين أقول علي معطا والأي يساوينا 5 بين قوسين أقول علي معطا ش راح أحوظ X يساوينا 7 أي مكان كل أي شيء خلي 5 يعني أقول 7 في 5 X يساوينا 7 في 5 35 إذن الزاوية متبادلتان إذن المستقيم L يوازي المستقيم M هذا الرابع خامسة شي يقول لي خامسة يقول لي مقياس زاوية 1 تساوي مقياس زاوية 2 يعني مقياس زاوية 1 تساوي مقياس زاوية 2 ومنطيني المستقيم L و M ومنطيني زاوية 1 و 2 و 3 يضعني خامسة أقول مقياس زاوية 1 تساوي مقياس زاوية 2 وأقول بين قوسين علي معطا مقياس زاوية 2 تساوي مقياس زاوية 3 شوفوا 2 و 3 شوفوا هاي 2 و 3 شبيهين متقابلتان بالرأس متقابلتان بالرأس زين خط 2 و 3 متقابلتان بالرأس زين 1 و 2 شبيهين 2 و 3 متقابلتان بالرأس هسه 1 و 3 هذن شبيهين ذنه 1 و 3 هذا الـ 1 و 3 إذا تساوي كميتان كمية واحدة فإن الكميتان متساويتان يعني أقول مقياس زاوية 1 تساوي مقياس زاوية 3 إذا تساوي كمية واحدة فإن الكميتان متساويتان هذا السبب زين مقياس زاوية 1 و 2 إذن شبيهين هذا 1 و 2 شوفوا شون هاي 1 و 2 شبيهين هم متساويتان بالقياس يعني أقول مقياس زاوية 1 تساوي مقياس زاوية 2 بعد بعد مقياس زاوية مقياس زاوية 1 أي ها هي كمانة أخذنا الـ 2 و 3 متقابلتان بالرأس واخذنا الـ 1 و 3 ذات تساوي كميتان متساويتان إذن مقياس زاوية 1 تساوي مقياس زاوية 2 وهذا هو المطلوب خلص هسا سادسا والأخير يقول لي مقياس زاوية X يساوي أنه 30 درجة ومطيني مستقيم L و M ومطيني هنا 150 وهنا قياس زاوية X يالله خلينا نعدلها حتى يطلع الرسم كله ونشرح عليه سادسا أقول مقياس زاوية 1 تساوي مقياس زاوية X شوفوا هسا الـ 1 والـ X شوفوا هسا هذا هذا يعني باعتبار إحنا نقول زاوية 1 إحنا نخلي هذا 1 هنا 1 و X ها هنا 1 و X شبه نذني متقابلتان بالرأس أقول متقابلتان بالرأس مقياس زاوية 1 هذا مقياس زاوية 1 تساوي 30 هو مطيني مقياس زاوية قصدي X اللي هي أقول مقياس زاوية X إحنا سميناها مقياس زاوية X يساوي أنه 30 بين قصة أنا أقول عليه معطى إذن شأجمع 30 زائد والـ 150 المطينية بالسؤال يعني أقول 30 زائد 150 زياد يطلع عندنا يطلع عندنا 180 الزاويتان مداخليتان قياسهما إذن هما زاويتان داخليتان على جهة واحدة من القاطع على جهة واحدة من القاطع ها يعني حل صفحة 8 6 تمارين إن شاء الله نأخذ إياكم صفحة 9 على الدرس الجاي وبالتوفيق